تعالوا نحط مع بعض شوية أسئلة بناء على اللقاء القمة النهاردة اللي تم فيه قصر الاتحادية أتى إلينا أو إلى القاهرة معززا مكرما الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للتباحث مع فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي حول مستقبل أو السيناريوهات المستقبلية لحلول قضية الصراع العربي الصهيوني وطبعا الوقف هذا العدوان على قطاع غزة بفلسطين من ناحية تانية جدد الزعيمين زي ما حضرتكم أكيد عارفينه زي ما سمعتم من زميلي الكرام أنه تجديد الرفض الكامل للتهجير القصري للفلسطيني طب دي الجهة بتاعتنا من جهة أخرى بلينكين يحمل في حقيبته الدبلوماسية مجموعة من الطلبات هيعرضها على الإسرائيليين البعض بيرى أنه هذه الطلبات مفترض أنه إسرائيل تمتثل لها ومنها هي رفض كامل للتهجير القصري بل أنه بلينكين بيقول لا جماعة احنا كمان عاوزين الفلسطينيين اللي تم تهجيرهم يعودوا أو تم تهجيرهم خارج نطاقاتهم سواء إذا كان في وسط غزة أو في شمال غزة إنهم يعودوا مرة تانية لأراضيهم بس غاب عن بلينكين حاجة مهمة هم يعودوا لأراضيهم اللي هي إيه يعني هل هيعودوا إلى منازلهم وبيوتهم المهدمة ولا هل أمريكا عندها خطة لإعادة الإعمار على سبيل المثال ده سؤال مهم لازم دايما يطرح يعني لما أنا أروح أفتكر أن أنا بلينكين وأخب بعضي وهروح أعب مع بنيمين نتانياهو وهقول له دول لازم يرجعوا لبيوتهم تاني رائع هفترض أنه بنيمين نتانياهو هيبقى ملاك بجنحين وهيقول لي حاضر أنا هسمع الكلام وهخليهم يرجعوا لبيوتهم تاني بيوتهم اللي هي فين بقى بيوتهم اللي هي أصبحت حطام البيوت اللي تحتها تقريبا حوالي 8000 شهيد تحت هذه الحطام يعني هو ده اللي رايح بيه بلينكين طيب سيبنا من كل ده تعالي نعود نفكر بصوت عالي ناس بتتكلم أنه هناك ضرورة إلى أنه الحكومة التي ترأسها بنيمين نتانياهو هي حكومة حالية تعتبر حكومة تصريف أعمال يجب عليها أن تحل تحل علشان يحصل إيه هل إحنا لسه في عندنا التصورات بتاعة أصلا لما تحل فهيجي يمكن حزب العمل وهو حزب العمل ده إحنا برضو متصورين أنه ملايكة بجنحات ما هو حزب العمل هو اللي عمل أصلا هذه الدولة يعني حزب العمل بقياداته اللي للأسف الشديد محسوبين على الطيرات اليسارية وعلى الشيوعية للأسف محسوبين على ذلك هم اللي عملوا هذا الكيان طب ما هو قيادات حزب العمل اللي عملت هذه الكيان كانوا مجموعة من القتل الأوائل لو صح التعبير القتل الأوائل اللي جايين من هاجنا اللي جايين من أراجون اللي جايين من شتيرن اللي جايين من أنسل فإحنا بنتكلم في الإيه طب ولو مش حزب العمل يا طرى هيروح لمين هيروح أيضا لتكتل يمين آخر قد يكون أقل أو أخف وطأ في وحشيته من بن يمين نتنياهو اللي كود ومجموعة الأحزاب العنصرية اللي منها حد زي سموترتش واللي منها حد زي بن غفير لكن في النهاية المسألة مش متعلقة بمين دلوقتي اللي بيحكم إسرائيل أو كانوا الصهيون المحبن للأراضي العربية مش مهم مين اللي بيحكم المهم الألية اللي هنقدر نوصل بيها لحلول للقضية الضمانات مصر هي الضامن الأكيد والرئيسي ومش هقولك الأنزه بل هي النزيه الوحيد في هذه العملية علشان تخلق التوافقات ما بين المقاومة من جهة وما بين السلطة الفلسطينية من جهة وصولا إلى وجهة نظر واحدة مصر تقدر تضمن ده مصر لأنها تقدر تعمل ده فتقدر تضمن ده متفقين؟ متفقين وقاديكم شفتوا يمكن في أكتر من مرة في أنه قيادات حركة حماس على سبيل المثال بتيجي للقاهرة وبنتوافق وشايفين أنه رئيس السلطة الفلسطينية رئيس محمود عباس أبو مازم موجود في القاهرة وبرضو ابنتوافق يفضل لنا المسألة بتاعة ضمانة ضمانة حقيقية أنه إسرائيل أصلا تلتزم بما سوف يتم الاتفاق عليه طب مين الله يضمن ده؟ اللي يضمن ده مفترض أنه الأمريكان طب هم الأمريكان مستعدين لهذه الضمانة؟ طب الرؤية الأمريكية لهذه الضمانة مصر مقدمة طرح مقدمة المبادرة المصرية بمراحلها الثلاث المختلف أو الثلاث المختلف السؤال بقى الأمريكان عايزين إيه؟ وهو الأمريكان من ناحية بيحموا إسرائيل والأمريكان من ناحية عندهم قطع عسكرية في البحر المتوسط أيضا لحماية إسرائيل والأمريكان بيمولوا إسرائيل ولسه ليهم تمويل حوالي تمولهم بـ 18 مليار وهيتمولوا بـ 14 تانيين اللي 14 دول بحد أقصى في نهاية فبراير القادم كلمة نهاية فبراير القادم دي معناها أنه أمريكا مستعدة لإطالة أمد الحرب لحد يوم 29 فبراير علشان السنة دي كبيسة 20-24 يبقى عندك لحد يوم 29 فبراير يا سلام سلم إيه هو الطرح الأمريكي لخلق ضمانة حقيقية؟ أمريكا لو عاوزة توقف الحرب دلوقتي هتوقف طب ما وقفت هاش ليه؟ أمريكا لو عاوزة توقف الحرب دلوقتي ما هياش مستنية أنه بلينكين ياخد بعضه ويروح ويلف في بعض من العواصم العربية ثم يذهب إلى إسرائيل علشان يقولهم إحنا عايزين 1-2-3-4 هو لو الصبح أمريكا عاوزة تسحب قطاعها العسكرية من البحر المتوسط هتسحب صح؟ ولا أنا غلطة؟ ولو عملت كده إسرائيل هتعرف أنها أصبحت إيه؟ ظهرها في الهوى يبقى هتضطر توقف بدأ ختمف بت Horn ترجمة نانسيأة ترجمة نانسيأة تطوى